اشتركوا في القناة الواردة على الانستجرام او في تطبيق الانستجرام حتى بعد حذف الرسائل هذية من الطرف الاخر وحذفها من الطرفين يعني يحذفها بطريقة معتش تكون ظاهرة عنده ولا عندك انتي بش نقوموا بالطريقة هذية بسيت برشا اول حاجة الطريقة هذية بش نطبقوها على هاتف اندرويد اول حاجة نمشيه للأعدادات بشيه للسيتينجز أعدادات وبعدها نلوجه على الاعدادات الخاصة بالاشعارات بعد ما نقوموا بالبحث على الابشن هذية نقوموا مباشرة بالذهب وينفهم كلمة ماناج نوتيفيكيشنز بعد الذهاب وينفهم كلمة ماناج نوتيفيكيشنز نضغطوا بعدها مباشرة على زر مور او المزيد وبعدها بش نلقاه الابشن اللي احنا نستحقولها اللي هي نوتيفيكيشن هستوري في بعض الهواتف متاع الاندرويد فانه الوصول للابشن هذية يختلف نوعا ما على الهاتف مثلا كما الهاتف متاع اللي هو هاتف اوبو هذيك عليش المهم بالنسبة لنا هو الوصول لنوتيفيكيشن هستوري هترفم بعض الهواتف اللي اول ما تدخل للأعدادات متاع الاشعارات تلقاها موجودة كيف نوصلوا لنوتيفيكيشن هستوري نضغطوا عليها مباشرة وكيما قاعدين تشوفوا لهنا فانه يعطيني الاشعارات اللي جات في اخر 24 ساعة مثلا لهنا يظهرنا انه الحساب متاع نيوزينات اللي هو الحساب متاعي انا زادة تلقى رسالة من عند الحساب الاصلي متاعي اللي هو احمد بنعطيها واللي فيها هلو كيما قاعدين تشوفوا موجودة حتى في الاسفل زادة كيف كيف وكي نمشيو للحساب متاع الانستغرام كيما قاعدين تشوفوا فانه الرسالة اللي قمت انا بارسالها من الحساب متاعي قمت بحذفها هانا بش نجربو تاو مرة اخرى بش نعملو نكتبو رسالة هاو ار يو بش قومو بارسالها بش توصل للحساب متاع نيوزينات وصلتلو كيما قاعدين تشوفو وصل للاشعار وتاوى شنو بش نعملو بش نقومو بحذفها من الطرفين قمنا بحذفها نرجعو الان الى الاعدادات متاعنا كيما قاعدين تشوفوا فانه الرسالة اللي هنا ظهرت لنا وموجود الكونتنت متاحة اللي موجود فيها اللي هو هاو ريو بالرغم من انه كيما شفتو قمنا بحذف الرسالة هذية من الطرفين اصدقاء الاعزاء بالطريقة هذية تنجموا كيما قلنا تشوفوا الرسائل المرسلة لكم على تطبيق انستغرام بسهولة وبيسر غير معناها ما تعبكم طريقة هذية سهلة و بسيطة نجموا من خلالها تشوفوا الرسائل حتى ولو تم حذفها من الطرفين كانت هذية الفيديو متاعنا اليوم ان شاء الله تكون الفيديو فادتكم وعجبتكم اذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس بشكيف نهبطو فيديو جديدة يجيكم الاشعار وللفيديو القادم ان شاء الله ما بقالي بشو نقول لكم كان الى اللقاء